بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا المواقع الثنين الدرس الثالث Boundary Layer الحصات الثالثة نبدأ بآخر بالتعريف بعدما عرفت Boundary Layer Thickness و Displacement Thickness نبدأ بتعريف Momentum Thickness Retardation of Flow تأخر الفلو within Boundary Layer يعني Retardation of Flow أو تأخر الفلو في Boundary Layer يؤثر لي أو ينتج عنه Reduction نقص في Momentum Flux هنا similar to Displacement Thickness يعني نفس الشيء اللي سويناها Displacement Thickness في الحصة الماضية Momentum Thickness اللي تعريفها يساوي 6 is defined as يعني يقع تعريفها على أنها Thickness of an imaginary layer in free stream flow يعني هي سمك شيء layer أو طبقة imaginary يعني خالية which has عندها تكون Momentum equal to Deficiency of Momentum يعني تكون Momentum حقتها تساوي ضياع أو نقص Momentum الذي يأتي نتيجة the actual mass flowing inside the boundary layer فهنا لو أخذنا على حسب المعادلات Momentum Flux Rate for Velocity Defect to that for ideal followed عندي هنا رو يو تربيع ثتة تساوي التكامل هذا لو أخذنا Density هنا is constant يعني زي ما سوينا في إيش سوينا في Displacement Thickness نحن نلقى الثتة تعريفها إيش تعريفها U على capital U واحد نقص U على capital U فهنا لو قارنت إيش قارنت Delta Star اللي هي تساوي التكامل من سفر إلى Delta واحد نقص U على capital U DY ثم إيه سويت لو أني سويت هنا الثتة فالثتة تساوي نفس الشيء لكن ضربت U على capital U بما أن U على capital U دائما أنقص من واحد فهذا يعني لأن الثتة إيش أنقص دائما من Delta Star وأيضا نعرف إيش نعرف إنه Delta Star دائما أقل من Delta فهذا ليش مكتوب بعدين ثتة would always be smaller than Delta Star and Delta زي ما شفنا الحين في المعادلات يسويتها سيما الحين راح نحكي على إيش على Energy Thickness يعني Delta A أو ما يرمز إليه بالDelta A is defined أيضا بنفس التعريف is defined as the thickness of يعني هي سمك شيء خيالي أو طبقة خيالية every stream flow which has يعني عندها طاقة تساوي تساوي الإيش the deficiency of energy أو الفرق في الطاقة caused الذي يأتي نتيزة على mass flow flowing inside the boundary layer فالboundary layer هنا بما أنها تغير للسرعة فالسرعة ينتج عنها إيش تغير أيضا في الإنردي فلو أخذنا البلانس حقتها by using the energy transport rate for velocity defect to that for ideal fluid نلقى المعادلة هذه حقت الإنردي في إيش في Delta A أو Energy Thickness تساوي الحسب المعادلة هذه زي العادة نصف بما أني عندنا عندي نصف رو U يعني capital U تربيع minus U تربيع بما أن velocity defect تساوي U minus U وأيضا إيش نلقى نلقى U دي واي بما أني نحكي إيش نحكي على الصرعة بما أنه أيضا رح نعتبر دانسي كنستن فنلقى Delta A أو Energy Thickness تساوي حسب المعادلة اللي موجودة أمامنا هنا U على capital U مشابهة تقريبا إيش مشابهة اللي شفناه يعني في السلايد أو سلايدين اللي قبل لكن هنا عندي إيش U تربيع وهنا capital U تربيع هنا نكون خلصت المحاضرة هذي وعرضت إيش عرضت تعريفين اللي هما Energy Thickness وأيضا إيش Momentum Thickness فقط هنا أود طرح السؤال هل إنو Delta أكبر من Delta Star أكبر من Delta E أو لا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله